وللتعليق على مستجدات الحراك الشعبي في العراق ينضم إلينا الكاتب والباحث السياسي الدكتور فالح الخطاب أهلا ومرحبا بك دكتور حياك الله دكتور أصبح الدور الطلابية اليوم في ثورة تشرين ضد الأحساب الفاسدة في العراق كبيرا جدا كيف سيؤثر ذلك على مسار الحراك في العراق بسم الله الرحمن الرحيم اليوم حقيقة هو يوم مشهود يوم مميز في تاريخ الثورة العراقية ثورة تشرين المجيدة هذا اليوم طبعا مميز لسببين الأول المشاركة الواسعة الكبيرة للطلاب ونعلم أن الطلاب هم الشباب والشباب هم عماد ثورة تشرين المجيدة وبالتالي فإن انضمام الطلاب يعني الكثير لهذه الثورة يعني أن مستقبل هذه الثورة أصبح بيد هذه الشريحة العظيمة التي يعول عليها كل الآمال الأمر الثاني في هذا اليوم هو كان هذا اليوم يوم المحافظات بامتياز المحافظات اليوم يعني قدمت يعني عرضا ثوريا رائعا بامتياز لا يمكن أن ينسى هذا اليوم من الأيام المشهودة العظيمة ما سبب يعني هذا الزخم الطلاب الكبير الذي امتد من بغداد وباقي المحافظات العراقية هو الحقيقة ليس هناك سبب أكثر من أن نقول أن هذه الثورة تتوسع هذه الثورة تتمدد هذه الثورة تقوى مع الأيام هذه الثورة كل من كان عنده شك وهذا وrane قلة كل من كان عنده شك في نجاح هذه الثورة في فاعلية هذه الثورة في فائدة هذه الثورة تبدد هذا الشك اليوم كل القطاعات الجماهيرية المدنية تنضم إلى هذه الثورة اليوم لا يمكن لأحد أن يشكك في أن هناك ثورة حقيقية في العراق ثورة يشترك فيها كل الناس كل القطاعات كل النقابات اليوم مثلا كان هناك وفد من نقابة المحامين ذهب إلى تجمع لطلاب كلية الطب وطب الأسنان لكي يلقوا عليهم محاضرات حول قانونية الاحتجاج وما هو هذا الاحتجاج وما هو أهميته من ناحية القانونية وبالتالي نحن أمام أو إزاء ثورة متكاملة الأركان لا نعجب إذا كان كل يوم ينضم المزيد والمزيد فهذا الانضمام هذا التوسع هو عنوان لثورة متكاملة الأركان كما قلنا لا يمكن وقفها بعد الآن وإذا وقفت فسيكون تأثير هذه الثورة سوف لن ينتهي لسنين قادمين هل كان لنقابة المعلمين عفوا ودخولها في مسير ثورة تشرين السبب الأساسي في هذا الزخم الكبير من دخول الطلاب في كافة معافضات عراق يعني من الصعب أن نقول السبب الأساسي ولكن هو سبب من الأسواب لا شك أن نقابة المعلمين عليها دور ولها يعني ينتظر منها الكثير ولكن الطلاب وهم الشريحة المتعلمة الشريحة الواعية تنظر إلى ما يجري أخي الكريم اليوم كل شرائح المجتمع تنظر إلى ما يجري في ساحة التحرير والمدن العراقية المنتفضة تنظر بعين يعني ماذا تقول لو افترضنا على نقابة المعلمين وجهت أو قالت أو قامت لكن ماذا تقول عن طلاب المدارس الابتدائية الذين يبكون عند تلاوة النشيد الوطني عندما يتلى النشيد الوطني يبكون وهم يرفعون الأعلام وبالتالي نحن الثورة حقيقية الكل يشارك فيها ولو قدر لأي جهة معينة أن تتخلف فأنا متأكد أن جماهير هذه الجهة الذين ينتمون للنقابات أو غيرها سيشاركون رغما عن الجميع هذا كان سؤالي الآخر أن بعضا من موظفي النقابات أو نقابة المعلمين تحديدا أعطى اليوم أنه دوام رسمي لكن الطلاب والأساتذة أضربوا عن الدوام نتيجة لتلبية دعوة نقابة المعلمين في بغداد كيف تعلق على هذا الفعل من بعض منتسب النقابة؟ هذا البعض موجود مألوف يعني لا نستنكر ليس فقط فعلا نستنكر لكن هذا موجود موجود دائما هذه قلة قليلة منتفعة أو خائفة نحن نشهد دائما في نطاق الثورات في نطاق العمل السياسي المنظم والمرتب نشهد طائفة من الناس إما تخاف فعل الخوف يعني تخاف على لقمة عيشها أو تخاف على أبنائها أو تعيش في هاجز الخوف أو أنها منتفعة لا ننكر أن هناك منتفعين هناك من يخاف من بطش السلطات ولكن هذه تبقى قلة قليلة لا يمكن أن ننظر لها باهتمام بدليل أن الجميع خرج والجميع لعباء نداء الثورة بعد خروج طلاب حصلت كثير من حالات القمع التي تستهدف طلاب المدارس الثانوية والعدادية والمتوسطة وطلاب الجامعات في ظل هذا القمع هل تعتقد أن يتراجع طلاب العراق عن ثورة التشرين؟ لو كان هناك تراجع لوقع التراجع قبل الآن هذه الثورة تستمر رغم القمع الشديد هناك قمع شديد جدا يعني الآن حتى الدول التي كانت مترددة في وصف ما يجري بالعراق بأنه إسالة للدماء وبأنه انتهاك صارخ لحقوق الإنسان حتى هذه الدول الآن بدأت تتكلم عن انتهاك صارخ وهناك قتل كثير جدا وبالتالي نقول الذي كان يخاف طرح الخوف وبذليل أن هذه التظاهرات هذه الثورة تتوسع وتزداد الذي يخاف سوف يجلس في البيت ولكن نشهد أن عدد المنتفضين عدد الثوار في ازدياد ولكن قمع النظام موجه للطلاب لأن هؤلاء الطلاب يشكلون الركيز الأساسية للثورة نحن نعلم جيدا من تاريخ العراق المعاصر كم انتفاضة ثانويات الكرخ وثانويات العظمية وثانويات أخرى فعلت فعلها وأصغلت حكومات في عهود سابقة وبالتالي هذه الانتفاضة الطلابية هذا الانتفاضة الشبابية من شأنها أن تحرك الثورة وتدفعها قدم إلى الأمام بعيدا عن طلافي سؤال أخير إذا سمحت لي دكتور عاد عبد المهدي التقى اليوم وفد من الاتحاد الأوروبي في تصريح له أنه يشدد على سلمية التظاهر وعلى حماية المتظاهرين كيف تعلق على هذا القول إذا لم تستهي فاصنع ما شئت يعني حقيقة يعني شيء غريب يعني هو هذا إما لا يعيش الواقع مغيب عن الواقع أو يكذب ولكن يكذب على من الاتحاد الأوروبي دول كثيرة جدا تراقب المشهد يعني هو يكذب إلا إذا كان هو يعني يحاول إقناع نفسه لكن ما أعرف إحنا كنا نظن أنه هذا عبد الكريم خلف نعم الناطق الرسمي باسمه لا أعرف عبد الكريم خلف يقول لعبد العادل عبد المهدي ماذا يقول أم هذا يقول لهذا ماذا يقول يبدو اثنينهم بنفس العقلية وبنفس الأداة هذه طبعا شيء مسخرة وشيء من الضحك لا سلمية ولا حماية للمتظاهرين بالعكس نحن ورأينا صور بعض المتظاهرين حموا بعض الجنود الذين تركوا لوحدهم أوصلوهم إلى أماكنهم العكس والصحيح نعم الكاتب والباحثة السياسية الدكتور فالح الخطاب كنت معنا في الستوديو في جولة العراق اليوم شكرا جزيلا لك مرحبا بكم شكرا جزيلا لك